ننتقل ايضا من كفر الشيخ الى الفيوم المحافظة الساحرة بلوزوا يا جماعة الفيوم دي كنز والله العظيم تلاتة كنز 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 في كل حال الفيوم دي كنز في مزارعها والحاجات اللي بتتعبوا الانشطة اللي فيها كنز فيها كسياحة كنز للسياحة البيئية كنز جميل شكلها محافظة شكلها حلو عرف يعني محافظة شكلها حلو فاخر كده لما انا روحت اسوار اطلقوا جميل اسوار الفيوم كنز دكتور احمد الانصاري محافظة الفيوم اهلا بيك يا فندم اهلا سيد يوسف اهلا محافظة ازاي الصحة كله تمام كله الحمد لله تمام هنتكلم شوية يمكن حتى استمعت اكيد لجزء من مكلمتنا مع سيادة المحافظ جماعة سيادة المحافظ انا اسف سيادة المحافظ اللي هو جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ على مسألة قليات السيطرة على الاسعار في الاسواق داخل المحافظات دكتور احمد الانصاري هيعمل ايه والحمد لله يعني خلينا برضو نبقى واقعيين واللي حصل واللحبة الدلف اللي تعلمناه قبل بداية رمضان طبعا مع موجة الارتفاع الاسعار اللي حصلت قبل رمضان والقليات اللي الدولة اخيرتها بتوفير السلع وفتح المعارض المتنوع كل اماكن اللي موجودة في المحافظات المراكز والقرى الكبيرة والمنافذ المتحركة والثبتة اذا كانت من الغرفة التجارية او من جهات تابعة لقوات المسلحة او من الشرطة يعني كل هذه المبادرات وفيه برضو يعني مبادرات حسبية برضو كانت موجودة ده عمل احكام على المتاح من السلع وقف اي ممارسات احتكارية من بعض التجار زائد عمل انخفاض الاسعار والحمد لله من بداية شهر رمضان حتى اليوم اللي احنا بنتكلم فيه مازال فيه سيطرة واحكام على هذه الاسعار لكل السلع الرئيسة اللي موجودة في المحافظ يهمني كمحافظ انه يبقى فيه توافر للسلع جودة السلع ونلقاش فيه شكوى ما يتبش التعامل معاه ده فعلا يعني اللي احنا شغالين بيها او المنهج اللي احنا شغالين بيه مع استمرار وجود المناسز لغاية نهاية العام زي ما في خابة التجاري رئيس وجه واتفقنا مع الغرفة التجارية ان احنا هنوفر لهم اماكن سفتة بمنشآت خفيفة في الاراضي الغير مستغلة وتم تنطقها مع الرؤساء المدن احنا عندنا ست مدن او ست مراكز هنعمل من تمانية لتسع شوادر طبعا حسب حجم المراكز وعلى حسب الكتلة القانية المخصومة من ضمن الحاجات اللي احنا لحظناها هذه المعارض وهذه المنافذ اللي اتفتحت في خلال شهر رمضان والغاية النهاردة عملت هدوء في الاسعار حتى في الاماكن اللي برا المنافذ دي يعني بقى التاجر اللي عنده بقالة او سوبر ماركت او سلاسل دي هو شايف المعرض اللي جانبه بيديع بالسعر اقل يعني اقل منه فاتطر يخفض اسعاره لان الناس بقت بتروح تجيب البضاعة النفس هي هي اللي موجودة عنده بسعر مخفض فاتطر يخفض لان احنا برضو كسبنا حملات تموينية بطول شهر رمضان ومجالة حملات موجودة غير دلوقتي وفي يعني عدد من الاجراءات اللي كانت راضعة فعلا مع اللي حاول يتلاعب اسعار او يخفي الضع حيانا الحمد لله كل السلعة متاحة بيتم المرور اليومي على الاسواق يعني على مدار شهر رمضان كان في جوالات في قلب الاسواق قصة المواطنين بالاتأكد من الخضار والفاكهة والسلعة الرئيسية الرز والمقارونة والسكر كل الحاجات اللي كانت تحتاجه خلال شهر رمضان متوفرة وبيه الاسعار المخفضة اللي كانت موجودة ومازالت موجودة ايوه هي الاسعار المخفضة دي طب انا هستاذعوتك يا دكتور انا كمواطن يعني بروح عامل حاجة لطيفة اللي هي ايه؟ دلوقتي التاجر او بعض التجار اللي عندهم الجشع كده مالي القلوب قفصوا الصدري منتفخ بالجشع اللي بيحصل الاتية هو بينتظر لحد موعيد الاغلاق بتاعة المنافس وازا كانت بقى منافس وزارة التموين شركة المجامعات الاستهلاكية وطنية امان بيستنى بس المعاد بتاع الاغلاق فليكن تسعة عشرة بالليل مثلا يعني ويبدأ بقى ما هو فيه واحد اخويها العزيز اللي بيشتغل فبياخد بعضه ممكن يكون خلص شغله بالليل فمعادي هو في السكة فهيروح يشتري شوية دقالة من عناصية فيلاقي السعر فجأة نط ليه؟ لانه هو عارف انه طوع وطنية قفل ودلوقتي ده بتاع امان قفل ده المجامعات قفلت فعايز تشتري اشتري او طريقة الشراء اللي هي بالتليفون ولا الابليكيشن والأوردر والكلام ده فهيروح جاي ومديله البضاع هيغلى اغلى ليه؟ استنى بقى البكرة لما يبقى المنفذ يفتح طيب فدي ما يحتاج لساعات كده المواطن بقى عنده وعي كافي ان نقدر يتواصل مع ادارة المحافظة المعانية اذا كانت ادارة التموين انا احنا بنشاطين الاجهزة الاتاء المحافظة كغرفة عاملات تخص المحافظة باركام معلنة لكل المواطنين التموين مدرية التموين ومدرية الصحة كل دول ادوات رصد ميدانية لكل الاسعار اللي بتحصل المواطن ما عادش بيسكت يعني المواطن اللي ما بيلاقي في ارتفاع في السعر حتى في اللحوم عند الجزارين عند اي مكان السلعة يعني يعني ساعدون لفظ اللحوم دي مش ده الناس المرفوهة اللي بتجيب اللحوم لا برضو حتى الاسعار المغالب فيها يعني اجتماعنا مع التجار وبننزع له حملات تموينية وتفتيشية نفس الكلام برضو المحلات السوبر ماركت او اللي حتى بيحاول يغلي في السعر هتلاقي الشكوى وصلة على التليفون ثوان فهتلاقي فيه فريق من اي جهة من الجهة ينظر على على المكان ده انت ليه بتبيع سعر اخلا الديني بقى يعني نسيلي راجع وطبعا يعني بقى فيها يعني اجراء اطرى دعا وسخيفة واحنا عادنا مع التجار التجار الجملة الكبار اللي موجودين في المحافظة اصحاب الثلاثل التجارية وتجار التجزئة اه يعني غير مسموح يعني قلنا لهم كده غير مسموح بالمغالاة في اي شيء وعدنا مع تجار الخضار والفاكهة مع تجزرين كل الفئات حلو سلع للمواطن يعني انا بقعد معهم شخصيا بشكل دوري حلو يا جماعة ايه اللي جاي اه متوقع ايه يعني مثلا محافظة الفيوم مشهورة جدا بيصراحة التواطن بس يتزرع فيه وقت معين فيه وقت بتجيب التواطن من بر هم هيقولوا ايه مثلا الفترة اللي جاية احتبالي اثير تفاع نسبي في الساعة بس هتزيد كذا وهنرجع لما الوفرة تزيد كان مثلا محافظة السبعالية كان بيجلنا منها توريد كتير لما كان فيه نقص في منتصف رمضان ارتفعت التواطن شوية ما كملش تمانية واربعين ساعة ويرجع انخفض تاني فدي حاجات احنا رصدوناها بشكل ضقيق جدا وفيه مسئولية علينا كلنا على الدولة وعلى السجار وعلى المواطن المواطن برضو ما يشتريش كميات ازل من اللازم اللي هو كان يطمع التاجر يعني كلنا علينا هذه المسئولية نشتري الساكل اقتصادي ويقفية ركابة يعني احكام ركابة هيساعد ان احنا نحافظ على عدم استغلال هذه الفرصة في زيادة معدلات التضخم الموجودة طبعا طبعا بنعدي منها باقل خسائر ممكنة لكن هي ازمة علامية طاحنة ازمة علامية طاحنة صح صح انا مشكورك نحا بشي حاجة سهلة يعني لا لا مشكورك يا دكتور انا مشكورك يا دكتور الى ان نلتقي قريبا عندي ملفات كتير احب ان احنا نتشرف بمقابلتك في البرنامج والنقشة معاك كل الشكر لك دكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم